تحياتي لو اجيت وقلت لواحد برشلوني في عام 2011 انت بعد عشر سنين ادارتك حتروح تترجل لعيبة تنزل رواتبهم عشان تسجل لاعبين مجانيين زي اكويرو دي باي ادارتك مش هتقدر تجدد عقد ليونان ميسي انت حتتعاقد مع لاعب فشل بعد التجارب اسمه لوك دي يونغ حيقولك انت حاقد انت مجنون انت بتكره برشلونة وبتتمنى لسوء لكن للأسف هذا الحال هو الواقع ربما الصحافة الكاتلونية بتبيعي شوية احلام هون او هون لكن الواقع واكرر الواقع المؤقت والمؤقت والمؤقت هو انه برشلونة بعيش الحال اللي كان يعتبرها اي برشلونة قبل عشر سنين حقد او جنون اهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من توب فايفيني بتجيكم مني انا محمد عوان عبر قناة سيلفيسبورت الاكتر تنوعا من حيث اشكال وافكار المحتوى كل يوم ثلاثاء هندخل في حلقة اليوم عن اسباب هذا الوضع المأساوي اللي وصل له برشلونة واثناء مشاهدتكم لهذا الفيديو دائما بذكركم اول ما يعجبكم اعطونا لايك لانه هذا كثير بيساعدنا في عام 2011 كانت كرة القدم هون وبرشلونة في طابق لوحده في العالم عم بفوز دور الابطال بسهولة بفارق مستوى رهيب عن الجميع ما كان حدا يسترجي يهجم عليه اكثر من هجمتين ثلاث في اللقاء اسلوب رائع مدرب هو الافضل بالعالم ايضا لعبين كل واحد في المركز تقريبا هو من افضل ثلاث لاعبين في العالم كان مستحي تتخيل انه برشلونة خلال هالسنوات حينهار هذا الانهيار السريع شعبية جارفة عم بتزيد ارتفاع بالدخل المادي كل شيء بقول هذا النادي صنع ليبقى في القدمة لكن توب فايف اليوم حنشوف اسباب جاءت ضربة هون وهون 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 وانزلت هذه الامبراطورية وخلتها مهتزة كما هي الان بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ بالاسباب ورقم خمسة معنا الاعلام الكتالوني اللي هو جزء حقيقي من مشكلة برشلونة ممكن البعض يقول شو دخل الاعلام مشكلة برشلونة نادي ملكية عاملة وبنعرف في هيئة عمومية وهذه الهيئة العمومية عندها حق تصويت وهذه الهيئة العمومية عندها حق اختيار الرئيس وعندها اختيار عزل الرئيس فارضاها بشكل او باخر شيء مهم جدا وهذه الهيئة العمومية بتتأثر كثير باعلام انديةها الموندو دي بورتيبو وسبورت هذه الصحف مرة كتبت انه برشلونة يحاول التعاقد مع مهاجم من اصل مئة مهاجم يراقبهم حول العالم طبعا هذا الرقم غير منطقي هناك تراقب مئة لاعب هذه الصحف لازم اذكركم انه قبل شهر ونص بس كانت تقول انه رونالدو وميسي حيلعبوا مع بعض في برشلونة فتبين انه ما فيه لارتب لا لا ميسي ولا رونالدو ولا حتى لمريبة يعني كان واضح الكذب الواضح على هذا الاعلام اللي بيخلق احلام وبيضغط الادارة بهذه الاحلام وبيضغط انتفحها لقرارات غير صحيحة وبعد ما تاخد القرارات بيجي باتهمها نهية اللي عملت الاخطاء ما بقول انها ضد برشلونة لكن بقول هي من باب الحب اللي زاد على حده وانقلب على شي ضده على قولة هالي شاكل لكن هذا الاعلام مش عم بيعرف تفاصيل النادي وبيضغط 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 وارجع وشوفوا موقفهم مع بارتوميو لا قبل سنة لعند فاكس ميسي كانوا دائما يروجوا انه رجل الناجح صاحب الرؤية صاحب الاعلام وصاحب كل شيء صح وماتا كانوا يعرفوا انهم فعليا عم يدفنوا امبراطورية بيدهم لانهم بكل بساطة ما تجرأوا كتبوا على الاخطاء اللي كانت واضحة لكثير ناس اعلام من كتر حب للنادي ضر النادي نذهب لرقم اربع وهو سلم الاجور العالي منذ زمن طويل ممكن البعض يقول بارتوميو ليس بارتوميو فقط للأسف الجميع من عند لابورتا اول مرة لعند روسيل ثم بارتوميو سهموا بهذا الخطأ في 2020 كان برشلونة عم يدفع رواتب قبل كورونا اكثر من كل الاندي الاخرى بما يقارب 150 مليون يورو يعني هو اعلى من الرقم اثنين في الرواتب 150 مليون يورو سنويا رقم يكفي لتجيب احسن نجم بكرت القدم وزي ما قلت لكم المشكلة مش بارتوميو لانه عام 2012 كان برشلونة عم يدفع بفارق رواتب اكثر من ريال مدريد بـ 12% بـ 2012 تخيلوا لو اجينا حسبنا 8 سنين لقدام وضربناهم بـ 12% يعني بيطلع عنا 100% يعني بيطلع فيه 500-600 مليون تقريبا ريال مدريد كان عم بيكسبهم بجيبته لانه اقل اجورا من برشلونة ولو تجي تشوفوا النجحات اللي اتحققت من 2012 ريال مدريد كان انجح جاب اربع دوري ابطال مقابل واحد لبرشلونة مشكلة هذه الاجور خلت ادارة برشلونة تستغني عن اهداف كانت مميزة موجودة بالسوق لانها مش قادرة تتحرك خلتهم يهملوا لماسيا وخلتهم ايضا مش قادرين يتخلصوا من اللاعبين اللي عندهم بسهولة وخلتهم كذلك مش عارفين يتعاملوا مع الديون المتراكمة واللي بلشت ايضا من عهد لابورتا الاول ما عرفوا يتعاملوا محاوي يخففوا نسبتها بحيث يتحرروا بمسألة صقف الاجور الموجودة بالدوري الاسباني اتخيلوا اني وجدت رواتب للاعبين في برشلونة عام 2015 شلولي من السمن الموضوع وجدت رواتب مثل نايمار والويسواريز ب2015 حتى الان فاندايك اخذها جديد لسه صلاح ما اخذها من اللي بربول اتخيلوا قبل سبع سنين كانوا عبيد فعوا رواتب تعتبر رواتب سوبرستارز حاليا في كرت القدم الاجور هي مخزن شرور اي ادارة في كرت القدم وجدت تقرير في عام 2016 لبزنس انسادر وبقول ليس هناك شيء قادر على تحطيم نادي كرة قدم اكثر من فاتورة اجور خارج السيطرة ونروع على سبب ثلاث وهو السبب طويل وحنشرح فيه كثير عدم وجود هوية فنية من جهة وعدم وجود استراتيجية انتقالات من جهة برشلونة منذ ايج اكرويف وهي الفكرة دائمة انه اجمل كرة قدم حريص على تقديم كرة قدم جميلة بجانب النتائج وحتى عهد لابورتا لعندما خرج لابورتا اصبحت الادارة اللي بعد لابورتا ادارة غير مهتمة كثير بمسألة الفنيات والقيم الفنية لكرة القدم كل اهتمامها نتائج ونجحات جماهير بتيجي وعقود رعاية كانت تعتقد انه هذا يكفي المشكلة في غياب الهوية الفنية الثابتة للفريق والشكل الواضح للفريق مش انه والله ما عاد برشلونة ممتع بس بل بالعكس انه حيصير عنا مشكلة ثانية باللاعبين تدبدوا بمستواهم كبير جدا لانه كل يوم اسلوب كل يوم منظومة والمنظومة بتأثر على مستوى الافراد هذه معادلة ثابتة فكرة القدم كل مدربي برشلونة بعد جوارديولا كانوا فاقدين للخيال كانوا فاقدين للإلهام كانوا فاقدين ايضا لفكرة الشجاعة ببعض الافكار وحتى بعض المواهب اللي تنتفع كانوا كلهم بدهم يماشوا الادارة الموجودة يلا نجيب نتائج خلصونا وهذا ادى الى فقدان مستمر لهيبة برشلونة في ارض الملعب الفريق اللي لما كنت لعب ضده ايام جوارديولا تدعي ربك انه تخسر هدفين وثلاثة وتطلع مبسوط خاض مباراته الاخيرة مع بايرام يونه وهو خايف من انه يخسر خسارة كبيرة وكان كأنه يبحث عن خسارة قليلة هذا من ناحية الهوية الفنية لكن بنفس الوقت هذا الغياب كان عم بيخلق مشكلة ثانية استراتيجية انتقالات سيئة اولها انك انت كل يوم باسلوب كل يوم بخطة كل يوم بنظام كرة قدم مختلف وبالتالي مش عم تعرف تشتري مين وتوظف مين لكن هذا مش كل شيء ادارة برشلونة كانت سيئة جدا في مسألة استياد المواهب بالسنوات الاخيرة بالفترة اللي ريال مدريد كان عم بصيد فيها فاران اسينسيو كاسيميرو اسماء تروح تجيب لعبين معروفين اسماء معروفة الاعلام بيضغط عليها هم بروح يشتروها يشوفوا ايفان راكيتش بيجيب دوري اوروبي يلا نتعاقت مع ايفان راكيتش لعب جيد لكن الادارة ما كانت عم تتعب تدور عمواهب جديدة موجودة في كرة القدم ما كانت عم تبذل هذا الجهد يعني دي يونج صح اجا موهي بشابة لكن كلف كثير باستثناء بدري ربما اللي كان المفاجئة الاكبر لهم بسوق الانتقالات ما كانوا عم يعملوا شيء اعتباد مفرط على شبكة من وكلاء الاعمال في اوروبا او شبكة من الممثلين والوكلاء في البرازيل وامريكا الجنوبية خلهم يشتروا يوما ما لاعب اسم دوجلس بيريرا يقال انهم عرضوا للتبديل في صفقة مع لاعب كورتسلة من نادي اخر بتشعر بلا نقاش انه هذا النادي كان متأخر دائما في فكرة البديل للاعبي اللي ممكن يطلعوا من عنده ايضا بيشتري اللاعبين بشكل لا يتناسق مع النسق الفني جريزمان ميسي وبعدين نحاول ندبر جريزمان مع ميسي وقرارات متراكبة من الاخطاء المواهب معم بيشوفوها باوروبا دائما اللي بينصدموا فيها وبركز الاعلام عليها وبرتفع سعرها لعندما يشتروها وربما هون اروح على تصريح مستحيل انسالة احد ملاك بارما بالانهيار الاول القديم تباحهم قالوني شو اللي هدمت شو اللي خلى نادي الناس بتشجعوا بتحبوا يصير هيك قالهم للأسف كان لدينا سياسة انتقالات سيئة هذا المشكلة الفنية مع مشكلة الانتقالات مع مشكلة الاجور دفعت لمشكلة خلينا برقم ثلاث فيها اللي هي مشكلة في لماسيا اهمال لماسيا اهمال ابناء النادي ما بتكلم ابناء النادي يكونوا سيئين ويلعبوا بس اعتقد كان في مواهب كافية في ادارة برشلونة في لماسيا لو اهتم فيها لتطورت بشكل افضل مما لما صار فيها لما راحت على اندي تاني لانها لما يطلع الواحد من برشلونة ويروح على نادي صغير حيحبط حيشعر انه ضاعت فرصة حياته مش حيتطور بالشكل الواجب ايضا هذا الشيء ادى انه برشلونة اسمع عنه بده يشتري لاعب من ولاد اكاديميته زي داني اولمو مقابل 75 مليون يورو ما كانوا عم يصنعوا خط واضح ياخد من الاكاديمية للفريق الاول ممكن البعض يقول كتير اندي ما بتعمل شي زي هيك كتير اندي ما عنده ولاد اكاديميتها في النادي صحيح لكن برشلونة كان دائما حالة خاصة بهذه الناحية دائما بدور على الشخص اللي عنده انتماء للاقليم دائما بدور على الشخص اللي بيزعل لما يخسر مش الشخص اللي بيحس الموضوع مجرد احتراف يعني هوية برشلونة كانت تفرض عليك الاهتمام بلا ماسيا وتعالوا الروح على رقم اثنين وبتمنى تركزوا معي فيه كتير 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 حتى ما حدا يفهمني غلط رقم اثنين من اسباب انهيار امبراطورية برشلونة الاعتماد المفرد على ليونيل ميسي شو بتحكي انت بتكره ميسي انا بحب ميسي وبعشق ميسي لكن بعشق المصارعة كمان زي ما بتعرفه معلها تمثيل قبل عام 1998 كانت فيه شركة مصارعة اسمها WCW وكانت مسيطرة تماما ومنتصرة جدا على الشركة اللي بنعرفها الان WWE كان فيه فرق كبير لكن تلك الشركة كانت عم تنجح وعم تتفوق نتيجة وجود مجموعة اسمها New World Order اتبيع اكثر مبيعات تيشرتات تذاكر بجنون الشركة عم تنتصر وعم تهزم منافستها نتيجة هذه المجموعة لجروب الشرير اللي الناس بتحبه رغم انهم اشرار لانه كان يقوده طبعا هج هوغين شوي شوي هذي الجروب شافوها بتربح صاروا خلوها تتوسع صاروا خلوها تدخل بالسيناريوهات بشكل مفرط افسدت في النهاية متعة WCW معت في اثارة معت في مفاجأة افضل الافضل فريق واحد وكلهم اشرار بقشو بينتصروا صار السيناريو عم بصير بارد فالناس هربت على WWE فوجزت مسارعين جداد وبالتالي انسجموا هناك وتم انهياء WCW لحد الان اللي بيعرفوا بالمصارعة بيقولوا كانت الـ NWO هي سبب النهضة وسبب الانهياء طبعا ميسي ليس هو السبب عشان اوضحه ومستحيل يكون السبب ومستحيل يكون وجود ميسي بفريق الا مفيد لكن الخطأ كان من اللي فكروا باستخدام السلاح بشكل غلط ادارة برشلونة اللي بالغت بالاعتماد صارت تتعامل مع صفقات الانتقالات اي شي جيب دمبلي وديه يسار مع انه دمبلي بيعرف يلعب على اليمين طيب مكان ميسي يمين معلاش معلاش وديه على اليسار وميسي بيدبره بمرر له ميسي فوزنا ميسي بنصرنا مش مشكلة الدفاع طيب الظاهير الايمن مش مشكلة مش مشكلة ميسي على اليمين فبالغوا بيرمي كل شيء على ميسي فبدأ الفريق ينهلك من اليمين لا اليسار لا القلب لا الهجوم بالغوا بالاعتمال على هذا الرجل صائد النتائج مبالغة لمستوى لو قلت لهم خذوا محمد عوادي دارك ونقولوا اوكي ما هو ميسي معنا بنبوصل الكرة لميسي والامور بعد ذلك خالصة صار ما عندهم مشكلة الصفقات تفشل لانه في لعب عم بيفوزهم في لعب عم بيمشي الامور وعم بيحمل الحمل عن الكل وفوق كل ذلك لما شافوا قوة ميسي تنامت اللي هي بسبب اهمالهم ارادوا محاربته فقسموا الفريق الى فراق انشقت الناس جوا بعض وتوتر كبير ما بينهم ما بين ميسي في الاعلام موصل خلى الاجواء سلبية خلى الجميع يتراجع خلى الكل مش عارة يركز بكرت القدم ميسي كان كنز برشلونة فشل باستغلال اخر سنوات وكان يمكن البناء عليه لمرحلة ذهبية مقبلة بلا منازح والروح على سبب واحد وهو بلا نقاش ادارة بارتوميو وليس بارتوميو وحده ربما دخل التاريخ لانه جاب ثلاثية 2015 لكنه دخل التاريخ بشكل اخر انه الرئيس الوحيد اللي افسد كل شيء بكل النواحي رياضية ادارية تسويقية اعلامية كل شيء عمله كان غلط وبامتياز رجل كتير من قراراته كانت متأثرة بالسوشيال ميديا والاعلام بدي يرضي الكل بدي يحس حاله بحبوب الشباب زع له من فالفيردي خسرنا كأس سوبر بس متصدرين لا 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 اطردوه مع انه كان لازم ينترد ربما بالموسم اللي قبله وبتروح على شيء اخر صفقات اللي بدو يها الجمهور كوتينيو بديل ان يستغل يلا جبو لهم كوتينيو دملي هو نيمار يلا جبو لهم عثمان الموضوع صارز كما يطلبه المشاهدون معاه عشان يكسب المد الشعبي والهيئة العمومية بالتصويت والجماهيد الضل معاه تمام ايضا كان ضعيف الشخصية في المواقف الصعبة حالة رعب عم بعيشها لما اتاخذ نيمار عادي راح اوكي اعطوك 220 مليون يورو 220 مليون يورو فكرت القدم وبذلك الموسم ربما كان بامكانهم يشتروا 3 اربع لعيبة مميزين سوبر ستارز ليومنا هذا بيخدموا الفريق لو اندفعوا صح راحت الفلوس اندفعت غلط ومش بس دفعوا 22 دفعوا اكثر دفعوا ما يقارب 300 مليون يورو بعثمان ديمبلي وكوتينيو وعطوهم رواتب عالية فوق ذلك رجل بتصرف دائما شوي بتسرع بشيء غريب رجل بتصرف بدون ما يستشير ادارة فنية بجيب صفقات واضح مش راح تركب رجل اسوأ ما فيش يامله انه جعل برشلونا من الداخل 3 او 4 فرق فريق مليون الميسي والنجوم القدامة فريق اللاعبين الاجداد فريق ايجنسيز عين وكالات عم بتهاجم اللاعبين بشكل صريح وبشكل مش طبيعي عم بيحاولوا شوي سمعة ميسي وايضا خلى الادارة نفسها تنقسم عن نفسها وخلى الادارة الفنية بعيدة عن الادارة جعل الفريق كثير منقسم من الداخل انا من الناس اللي بحب سلسلة افلام مارفل وفيه لقطة ربما بكابتن امريكا اللي هو سيبل وورا للحرب الاهلية فيه لقطة للشرير اللي هو شرير بلا اي قوة خارقة مثل بارتوميو بدون اي قوة خارقة لكنه كان مركز على المبدأ واحد انه يخلي الابطال يتطوشوا مع بعض ويكون الانقسام من الداخل وقال كلمات جميلة بترككم بحها بارتوميو شق الصفوف خلى هذه الامة تسقط من الداخل الرجل اتعامل بغباء غير طبيعي فيما يتعلق بالاجور مكافآت فلوس بطريقة غريبة جدا وكأنه بيصرف من جيبة ابوه حرفيا الرجل ايضا حاقد الموضوع شخصي مع ميسي حاول يطرد وكان عنده غيرة واضحة من ميسي باخر السنوات هذا خلق قلة انتماء للجميع اذا ميسي بتعمله معا هيك شو رح تعمله معنا كان هو الضربة القاضية لامبراطورية كان فيها اخطاء هون او هون لكن هو جاء واخذ الاخطاء لمستوى اخر فادى الى الانهيار اللي احنا شايفينه الان لكن انا ببشركم انا كشخص متابع وبحضر كرة قدم حاسس برشلوني ما حيتقول هيك سنة سنتين امور رح تتحسن كثير اشياء بتمنع انه برشلوني ينهار تماما كثير اشياء بتمنع انه برشلوني يختفي او يبعد كثير عن كرة القدم اولها انه هذا النادي عنده شعبيه هائل هذا النادي عنده ملعب لوحده اول مايرجع الجمهور حي يدفع مصاريف النادي لوحده هذا النادي يملك من الارث ويملك من المعرفة ويملك من الداعمين من اقليم ومن خارج اقليم اللي بيرفضوا يصير هذا الشيء هذا النادي يمثل ثروة وطنية مش لكاتلوني لا اسبانيا ايضا هذا الشيء بخليني مؤمن تماما ربما يعيش موسم صعب ربما يعيش موسمين صعبين لكن قريبا حنعيش لحظة نقول فيها برشلونة يتوج بلقب الدوري او لقب دور الابطال زي ما حكيت الموضوع العودة انا حاسه مؤكد ربما يتأخر سنة او سنتين بس نوصل هون لنهاية توب فايف بذكركم تتركوا لايك على هذا الفيديو ودائما تتابعوني انا محمد عواد موجود في اشتركوا في القناة